قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن أن بلاده ترى مساحة لمواصلة المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يأتي ذلك فيما يواصل مختلف الوسطى جهودهم لبحث المقترحات المقدمة من الجانبين بغرض الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس ويتسبب يوميا في سقوط المئات من الضحايا المدنيين تتضافر مختلف الجهود السياسية للوسطاء الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل الاتفاق يوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الجولة الأحدث لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط حملت في طياتها إشارات بأن آمال تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ما زالت قائمة وذلك على الرغم من تحفظه على بعض النقاط التي طرحتها حركة حماس في مقترحها للاتفاق خلال وجوده في تل أبيب قال بلينكين إن واشنطن ترى مساحة لمواصلة المفاوضات لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق وتقترح حماس وقفا لإطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف يتم خلالها إطلاق صراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع والتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب وهو المقترح الذي من المرتقب بحثه خلال اجتماعات في القاهرة لمسؤولين من مصر وقطر مع وفد من حماس بحسب وكالة الأنباء الفرنسية مقترحات حماس قابلتها محاولات للمراوغة السياسية الإسرائيلية ربما لتحقيق أكبر قدر من المكاسب إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو المقترحات وجدد تعهده بتدمير حماس مؤكدا أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى القضاء عليها ولافتا إلى أن الرضوخ لمطالب حماس لن يؤدي إلى إطلاق صراح المحتجزين وسيقود لأحداث أخرى مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر على حد قوله